القيود انت تضطيها لا تضطيها انت تضطيها ممكن انت في مخلك كلهم ناس انا لم ينقلوني اي اهلي كذلك اهلي كلهم اذا لم ينظروا اهلك اليوم يودينك اهلك علموك و انت عمرك ست سنوات اهلك علموك و انت عمرك ست سنوات عمرك اليوم ثلاثين سنة من يد بي الجائزات الوحش اكثر من الثاني ونافس الاشرسة عندنا تبت بدأ لنا التبت بدأ لنا نفس الشيء احدا من قصة العالم حبيت اذكركم يا جماعة الخير ان مصابقة الماراثون الرابعة يا اي بإذن الله نهاية السنة تاريخ ستة وعشرين وعشرين جهزوا نفسكم لمصابقة كلها تحديات وإثارة بجوائز أعلى من السنوات التي طافت سجلوا التاريخ وخبروا أصدقائكم والحين نرجع للفيديو موسيقى ثم سأقول لك هناك شيء جيد في الفنانين سعاد الفنانين يعطون الباور جيد للشركات وينسون انهم لديهم باور ممكن تسألوا ماذا هو الباور الذي فيدي وان فنان لحالي وهو استوديوهات كبيرة هناك باور الباور الذي فيديك لديك سوشال ميديا سوشال ميديا مجاني تقدر تسألوا فيديوهات تطوريال تقدر تسألوا شروحات تقدر تسألوا دروس وتبيعة على الناس تقدر تسألوا كورسات لايف والدخل للناس وتقدر تقدمت معلومات مجانية كثيرة تم تم إلا تقوموا بisance تشاهدون الأشخاص على الناس تفعل في النانويونك تقدر تسألوا الكوميك وتعطيه اونلاين تقدر تسألوا قناة يوتيوب تقدر تيك توك تقدر تسألوا انستغرام يعني عندك اشياء كثير سويها تعرف اذا انا بخرب حياتك شو ما اسوي فيك اذا انا بخرب حياتك تعرف شو ما اسهل طريقة اسهل طريقة ان احط في عقلك الداوت اخليك تحس انك ما تقدر هاي اسهل طريقة ان ادمر حياتك اخلي العمر يطوف منك وكلها انت تحس انك انت عاجز تحس بالعجز ما في هذه شيء انا زاني انا مسجون وانت لا زاني اضافة انت حسن يجب انت حق في عقلك لا يخدم ان تحس انك انك حسن لانه ما في عقلك دائماً يتقوم باستعمل دائماً تأستطيع انت حي ه ما في عقلك دائماً انا قلت لك اسم للي انه لاجدك مثلاً يرى راحة تتشرع عنكم وكم راحة تتكلم بعض الاجد الثانية دائماً انه حقاً تدريد تسوي. في ناس يا راجل اللي يرسمونه بريلهم. ما عندهم يدين. اذا واحد عنده اقوى اوراق وما يعرف يلعب بياخسر. اذا واحد عنده اوراق اخمام ويلعب بوكر فيس. يقدر يغلب الموهوب. اللي عنده احسن اوراق. الموضوع كامل في الدنيا ذي. هي مو الاوراق اللي الله اعطاك. هي كيف بتتصرف ويالاوراق اللي الله اعطاك. بالضبط اللي ينتهز. ما تشوفون ساعات. انا احب بعضكم مثال. ما تشوفون ساعات. ان الاجانب لما يوندوالنا. يقدون احسن منا. ما عنا اوراق اخاس من اوراقك لو تفكر فيها. اوراق اخاس هو اجنبي. وما عنده واسطة مثل هك. بس تلاقي ساعات يشتغل عروحها الشغل ويسوي بزنس وعندهم بزنسات. تلاقيهم شكلهم ببساطة. لكن عندهم بزنس هما والعائلة وعندهم فلوس اكثر منكم. فالواحد لازم يفكر ليش? الفكرة مو بالاوراق الفكرة بالماندسات اللي هو في. ان احنا. لان اوراق ان خمام فلازم نلعب. وننتهز هالاوراق بشكل اكثر من عيال الديرة اللي محظوظين. هاي لازم يا اخي يصيلك مع العمر انك لازم تنتهز. لان بتكتشف ان الناطرة زينة في اوقات لما انت تتحرك. بس ساعت يصيد انه ميكس اوب بين الناطرة وبين ان انا باسف يعني انا اعتمد على الناطرة ان هي كأنها توكل. وهي مو توكل. هي تواكل. فمع العمر بيصيدك بتقول لحظة حظة انها ترى هاي. هاي الموضوع شنا ما قاعد يتحرك. اوه فهمت. لازم اون اتحرك. يعني ما قاعد يصير شيء. يعني انت تسوي اشياء في الخفاء وتقول يا رب يسر لي. يا رب الناس يكتشفوني. ما حي يكتشفك. مني تكتشف ان الله قاعد يقول لك. حبيبي. لازم تتحرك. اما انت الصابر يصير صابر. لما. لما تسوي كل اللي عليك. لكن. لما انت قاعد. وفي اشياء لازم تتحرك. تسويها. بس تقول انا باصبر ان شاء الله. يا رب الله يسر موري. وفي ثمانة اشياء لازم تتسويها. وانت تعرف ديب داون. فانت مني قاعد قصع روحك. قاعد شاذب. فلازم تكون واعي في هذا الشيء. وايج صعب دي الموضوع. كلنا عندنا ترى. بلايند سبوت. عندنا ثغرات. بس في اشياء احنا نعرفه. ونبني سوى احنا ننما نعرفه. ونخاف من الحقيقة. يعني في مقول في فيلم. انا واد اؤمن فيها. الانسان ما يخاف من الدركنس. ما يخعر ايبج. ان انا بقول لكم مثالة. مثلا ان انا وسوى شي غالط. للنسان ما يخاف من دي. ترى والله ما يخاف من دي. الانسان ما يخاف يسيقبه وداما. ما يخاف كثير من دي. ا اجابه so you who am. يخاف الشيء. اوك اي اله يشوف. اللان يقفر لي. بس ما سوى شي غالط. في بخاف. الدركنس أسهل من الكون. لكن الانسان يخاف. ان يكون رجل العائلة. يخاف من اللايت يخاف من النور الداخله لكن لا يخاف من الدوركنس الدوركنس سهل الدوركنس يجعلك تشرب من المسئولية سأقول لك لماذا مثلاً انت تفعل شيء غلط سأقول لك لماذا تقوم بالصلاة اليوم حبي لماذا تفعل شيء غلط طلعت حرام انت تفعل شيء غلط انت تفعل شيء غلط انت نغير لك انت نغير لك انت تفعل شيء غلط لماذا تذهب لا تفعل ذلك الحمل الثقيل الصح ثقيل ثقيل مسئولية شيء صح تقيل أنك يصير ريال صعب والله أنه صعب أنك يصير ريال وما يخلص طول الوقت لازم تكون ريال يعني الشاردة وأنك تنكمش سهل بس للأسف أنه لا يستنتاج الناس عارتني متآخر يفهمون هالدروس أنا سمعت ناس يقول لك أنا فهمت هالكلام اللي أنا قاعد يقولها حين يوم صار عمري خمسين القلق بدي يخاف قاعدت أقول باي لحظة لحظة أنا خاف من شنو أنا بموت يوم صار خمسين عمراء ذي ريال يقول يوم صار عمري خمسين أقول أنا خاف من شنو أنا بموت بدل خوف يقل يقول بدل خوف يقل من خرابيط للنص شنو بيقول عني إذا سويت الشيء إذا تكلمت في المائلس إذا قلت شيء إذا رد إذا قلت رائف الدوام جدام ثلاثين واحد إذا تكلمت إذا قلت حق أحد نحب للشيء اللي مستحي منها اللي كلها تفكر فيها لأنه هي الليل اللي مبارغة أقول كان زين قلت حق أبوي اليوم أن أنا أحبك يا إبا استحيت يوم أنا كلامته كنت شيء محترم ومخجول وأبوي استحيت وقل له يا إبا والله أحبك استحيت يوم يا وقت النوم وبارغة وبيخلص اليوم يطلع الشخص الصدي اللي داخلي فكلام هالريال يقول إحنا وعد أشياء في الحياة نفوتها كلامنا بنقوله نبن نغني بأريحية ننسوي أشياء نخاف كلنا نحس نفي حي طالعنا في أحد يسوي لنا جاجمت فكلنا صغر من روحنا شكرا مئة بالمئة فكان يقول يقول أنا علمت عيالي شيء الصلاحة واجحة حلو خاطرنا نتعلمه ونتو تتعلمونه قلت حق أيالي لا تنكمشون لا تنكمشون لا تنكمشون كونوا كما أنت ويعني كونوا أنت وانتو شذي أنتو هاللون كونوا هاللون لا تصغرون روحكم ما يسوى هالدنيا تعيشتها بتارضي الناس وتصغر من روحك وتصغر من روحك طبعا فيه فرق مو تصير مغرور الفكرة أنك أعطي لي نفسك الحق أن أنت تستاهل سوى شيء عودة نعلم أنت اسمح لنافسك والله فهمت شو قاسي لا أنك أنت اسمح لنافسك أنك أنت تصير شخص عود لأن ترى السجون ترى أنت حطها في مخك القيود أنت حطها مو أحد حطها أنت حطها أن ترى associations أنه لا يوجد 말고 أنت awak أحدها أنا وغيرها ما تعني WITH YOU أي يوم أحد hers أينك أي يوم أحدهم أهلك علموك في عمر Micro Six سنوات أieurs أهلك علموك في ت trading لماذا اقول لكم ان اللايت يخرجنا اكثر من الدورك دورك يا جماعة سهل الانتري موالا مثل ما قلتين اشي الشيطان يا اخي خطوات الشيطان تعال 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 صوبي دخوله سهل عواقبه يا اخي مام العكس الاشياء الصح بدايتها ثقيلة تسهل 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 و تحب غوحك وتقدر تفيد الناس اذا انت مشيت في الدرد لازم انه يدق ديب يا شباب والله و نمتهز الفرص خلينا نستفيد من الكلام اللي قلناه ان نمتهز الفرص ترى الحياة تطوف بسرعة يا شباب انتهز الفرص و ما ينجس بين الصابر وبين التواكل التواكل مو صابر